افتتح في محافظة الجوف مصنع جديد للمياه المعدنية لأحد المستثمرين بحضور محافظ المحافظة أمين العكيمي وقال المحافظ أمين العكيمي لنا فرص التنمية في الجوف متاحة للاستثمار لسيما بعد تحقق الجانب الأمني في المراطق المحررة داعيان المستثمرين للنزول إلى المحافظة والاستثمار فيها ندعو كل المستثمرين من هذا المكان على أن يأتوا للاستثمار في محافظة الجوف محافظة بدأت فتحت ذراعيها الآن لكل المستثمرين من كل مكان من أنحاء اليمن ومن كل المناطق اليمنية ومن كل الإخوة المغتربين الذي في دول المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية وغيرها من كل المستثمرين من أراضي الاستثمار في اليمن فنحن هنا في اليمن كل شيء مهيئ في الجوف كل شيء مهيئ والحمد لله الأمل موجود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر